وعهد الله لنقول الهندسة في العيون وعهد الله لنقول الهندسة في العيون يا ابو هندل ناطل عزيز ليلالي عضو الجنة الإدارية لالتحاد الوطني المهندسي المغاربة ورئيس رابطات المهندسي الاستقلاليين وقفة المهندسي اليوم أمام قبة البرلمان تمرر رسالة أساسية ومهمة ترتبط بكفى من هضر الزمن كفى من هضر الوقت نعرف جميعا على أن كل أنظمة في كل مكونات العالم تعيش أزمات وفي مقدمة الأزمة الاقتصادية لا تخفى علينا كل هذه المعطيات ولكن ما نريد أن نستحضرها وهو أن ليست كل المطالب تعالجوا بالإمكانيات المادية نحن اليوم نطالب كل المهندسي المغاربة يطالبون بالحكامة في مجال تدبير مهنة الهندسة بالمغرب بمعنى نريد إحداث هيئة وطنية للمهندسين تستحضر حاجيات الشعب المغربي تستحضر مؤشرات التنمية الحالية بالمغرب وتتطلع لمزيد من التنمية ومزيد من خدمة الوطن لنا إذن اليوم نريد ونرفع صوتنا للجميع ونطالب بالحوار الهادئي الحوار المسؤول حول كيف ننظم مهنة الهندسة بالمغرب لا يمكن ولا نقبل الاستمرار في الفوضى في تدبير قطاع حيوي يعتمد عليه في كل برامج التنمية المهندس حاضر في كل الأوراش التي تقوم بها الحكومة أكانت على المستوى البنية التحتية في المطارات في الموانئ في كل الأشياء في البناء إلى آخره ولكن مع كم الأسف لا نجد المهندس حاضرا على مستوى القرار على مستوى تنظيم المهنة على مستوى تحمل مسؤولية في الدراسات التي يقوم بها لماذا؟ لأن مهنة الهندسة غير منظمة في المغرب إذن يظل المطلب الرئيسي والأساسي والذي لا يكلف الدولة ولا الحكومة أي سنتيمين وهو القعود على مائدة الحوار للحديث حول كيفية تنظيم مهنة الهندسة وكيف يمكن أن نؤسس لقانون يدبر هذا القطاع ويحفظ كرامة المهندس ويضمن لزبون الذي يتعامل مع المهندس كل حقوقه بما فيه الدولة إذن إذا كان المينة في الأساسي والرئيسي للمهندسين المغاربة وتنظيم المينة فهذا لا يمنع في الحديث عن الوضعية المادية والمعنوية المهندسين الذين يشغلون سواء في القطاع الخاصة أو العام والذين يحتاجون اليوم في القطاع العام إلى مراجعة كاملة للنظام الأساسي المشترك للمهندسين ومهندسين المعماريين الذي لم يعرف تغير صغيرا منذ حكومة عباس الفاسي حيث قعدت الحكومة مع الاتحاد الوطني وتذكرنا وتدارسنا الوضعية التي يعيشها الهندس واستطعنا أن نحقق مكاسب مهمة وأساسية أنا داك ولكن هذه في 2011 نحن في 2014 كثيرا الأمور تغيرت وجيل جديد للمهندسين وصل إلى ممارسة مينة الهندس يستحقه من الحكومة ويستحقه من أصحاب القرار أن يعالجوا أوضاعه المادية وكذلك المعنوية بما فيها ظروف الممارسة المينة على المستوى الحكومي أو على المستوى الإدارة العمومية كذلك موضوع المهندسين الذين يشتغلونها بالقطاع الخاص والذين يحتاجون اليوم إلى اتفاقية تنائية ما بين المهندسين وما بين القطاع المشغل في القطاع الخاص لتحفظ كرامة المهندس وليأخذ الراتب الذي يستحق والتعويضات التي يستحق ويشغل في ظروف فيها استقلالية القرار فيها استقلالية اتخاذ كل إجراءات التي يستحقوا الدراسات التي يقوموا بها إذن وقفتنا اليوم هي دعوة جديدة ومتجددة للحكومة من أجل الجلوس على طاولة الحوار نحن لا نريد الحلول السهلة والحلول السريعة ولكن نريد مراجعة هيكلات ممارسة الخطاع الهندسة وهذا الأمر لا يتطلب أي درهمين من الحكومة يتطلب فقط الإرادة نحن متأكدون ومطمئنون عن الإرادة موجودة ولكن الملف غير مفهوم لدى كتيب المسؤولين إذن فالدعوة متجددة لجلوس في مائدة الحوار للحديث حول موضوع أساسي وحيوي يهم التنمية ببلادنا بباديعة آراب رئيسة سابقة الاتحاد الوطني المهندسي المغاربة عضوة دي لجنة إدارية كما كتشوفوا اليوم المهندسين والمهندسة جايين من واحد العدد دي لجهات المغرب باش يعبروا على الغضب دي لهم وعلى يعني استنكار دي لهم لعدم دخولهم يعني في المسلثة دي لحوار الاجتماعي وحتى كان عارفوا بأن الاتحاد الوطني المهندسي المغاربة ووحد تنظيم اللي كان دائما هو اللي كيتحاول باسم المهندسي وآخر آخر اتفاق مع الحكومة كان في 2011 وليجا فيه واحد عدد دي ل الأمور لغيرات الأوضاع دي للمهندسي ولكن اليوم نقدرون نقوله بأنه هذا الاتفاق يعني تم تجاوز دي لهم لأنه كان واحد عدد دي المتغيرات اليوم من من بنا ومن أهمها يعني غالاء المعيشة لليوم نقدرون بأنه فات يعني 25% بالنسبة لأجور اللي كانوا دي لك ساعة وبالتالي يعني كين واحد المتغيرات اللي ما يمكنش اليوم المهندس يؤدي الواجب دياله كما احنا بغيين أننا كنا كنبغيوا بلادنا كنا بغيين أدي الواجب ديالنا وكنا بغيين نسامه يعني بأحسن الأشكال الأوراش الكبيرة اللي كيقوم بها المغرب وبالتالي يعني مطالبين باش نحسنوا مدعية ديال المهندسين والمهندسات هاد المهندسين والمهندسات اللي كما كتعرفو كيعيشوا أوضاع ماشي في المستوى ديال اللي بغيناه ليوم سواء في القطع العام واللي كما كتلكم التفاق تم تجاوزوا اليوم وخاصنا يعني نعاودوا نشوفوا هذا النظام الأساسي ديال المهندسي المهندسات المشارك بين الوزارات نعاودوا نشوفوا بما يحفظ يعني الكرامة ديال المهندس وبما يعني تماشى ويواكب يعني المتغيرات وخصصا غلاء المائشة وكذلك المهندسين في القطع العام المهندسين في القطع العام كنعرفوا بأنهم كيعيشوا أوضاع يعني عبتية أوضاع يعني كيعيشوا في أوضاع يعني الطلب والعرض اللي كيتمشى في السوق اليوم وبثالي كتلقى بأنهم كيتلوا بتخلصوا بواحد الأجور اللي هي زهيدة عندهم دوره في عمل قاسية كتعرفوا بأن المهندس كيخدم بزدف شونتي وبثالي يعني وكل واحد العادة ديالأمور اللي خصنا نشوفوا فيها وننضروا لها ونحسنوا من هذه الدوره في العمل ونحن كاقترحوا اتفاقية جماعية متحفض الكرامة ديال المهندس المهندسة الخطالة الخاص وكذلك يعني تنظيم المهند الهندسية لأن المهند الهندسية اليوم كما نعرف يعني كتعيش واحد العابد اي واحد اي مشكارة ممكن انه دير الميناد الهندسة وبثالي مشغل المهندس المتضرر بل المواطن يعني المواطن المغربي البلاد ديالنك تضرر إلا ما كانش تنظيم الميناد وبثالي هدو هما يعني كانضم بأنه أهم المطالب وكيما تشوفوا بأن احنا ما نطلبوش فقط بمطالب لكتهم فقط المهندس بل احنا بغينا نساهم كمهندس المهندسات تقدم ديالبلادنا وبغينا نمشي وقدام بها الامام لما لا يعني فوسط البلدان المتقربة والتحيلة اسمنا الحمار رحم معكم حسن المخي الكاتب العام الاتحال الوطن المهندس المغاربة اليوم احنا في الوقفة الحتجاجية امام البرلمان اللي دعالها الاتحال الوطن المهندس المغاربة وكذلك اليوم اضراب عام لجميع المهندس المهندس هاتش تيجي في ايطار وحل برنامج نضالي الاتحال الوطن المهندس المغاربة بدنا يوم 25 ابريل وحل وقفة اندارية كانت هنا امام البرلمان وتبعتها وحل وقفة احتجاجية امام الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية يوم 9 ماي وكذلك كان يوم اضراب جميع المهندس المهندس هاتش كامل من اجل المطالبة بالحكومة بالجلوس مع الاتحاد لإيجاد حلول للمنطلابين المهندس هاللمنطلابين المهندس المهندس الاتحاد وضعوا عند رئاسة الحكومة منذ ازياد من عام ونص وحنا هذي دبع عام ونص حنا في المساعي الحميدة يوعدون وتتأجل الوعد وتتأجل مع الاسف الى حدود الساعة ما زل ما ما تعقدش هاد اللقاء هاد الحوار مع الحكومة فإحنا دبع الاتحاد قرر أنه يستطلوح البرنامج نضالي باش يضغط على الحكومة من اجل عقد هاد اللقاء الحواري مع الحكومة الهدف منه هو نوجد واحد الحلول لهاد المطلبين للمهندسي ومهندسات هال الميلف فيه ثلاثة المطالب أساسية والاربعان قدرون لخصوها في المطالب الساعة المطلب اللول هو اقرار وحل النظام أساسي جديد للمهندسين والمهندسات المشتركة بالوزارات وكذلك المهندسين المعماريين بالقطاع العام النقطة التانية وهي تنظيم ممارسة المهنة الهندسية هالمهنة اللي تتعرف واحد الفوضوية اه مع الاساف هاتش ما بغينا هالمهنة تنظم اه ما يتجرأته واحد على العمل ديال المهندس ونفس الوقت ان المواطن غايت تحمى النقطة التالتة هو ابرام واحد اتفاقية جامعية اتفاقية جامعية باش نحميوا ديك المهندس الاجير ماشي باي اجر يخدموا هدا عيب وعارح شما المهندس يخدم بواحد الاجر ضعيف جدا دونك هدو بالاضافة اللي نقدر نضيفه النقطة اه الرابعة وهي اه تكوين الهندسي اللي كذلك تعرف واحد الفوضى عارمة وخاطرة من هب ودب تمشي افتح واحد مدراسة تسميها مدراسة ديالتكوين المهندسين وهدا امر خاطر وخاطر جدا تلقوا اه الاشتروط الاساسية ما كيناش واتش ما بغيناش بغينا تكوين هندسي قوي بغينا اه هندسة منظمة اه بغينا اه ممارسة المهنة الهندسية تكون منظمة وبغينا واحد اه نظام اساسي جديد للمهندسين ومهندسات بالوظيفة العمومية اذا هدو هما المطالب الاساسية ديالالتحاد وطبق الحال احنا دبا تناديوا من جديد الحكومة باش نزلس مع الاتحاد كل قول الحلول لهذه اللقطة هدي اه ان شاء الله رحمه رحمه شكرا على المشاهدة اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك